وركن الدقة هنا هو ركن مهم جدا وتستطيع من خلاله أن تستخرج مئات الدفوع فعلى سبيل المثال وليس الحصر في كثير من محاضر التحريات التي تصدر الإذن استنادا إليها تنطوي على مخالفات واختلافات بين اسم المتحرى عنه اللي هو المأزوم بتفتيشه في الحقيقة والاسم الذي أثبته الضابط مجر التحريات في المحاضر في الحالة دي تدفع بعدم جدية التحريات وتبدي دافع بأن المتهم الحاضر ليس هو المعني بالاتهام وهنا أنت بتقول للمحكمة أن اللي حاضر الآن أمام المحكمة ليس هو بذاته الشخص الذي كان محلا للتحريات ولا محلا للإذن الذي صدر بنان عليه القبض والتفتيش وده طبقا لقضاء محكمة النقل وناخد بالنا أن ده دافع جوهري يتعين على المحكمة أن تحقق فيه بلوغا لغاية الأمر منه وتتقيد المحكمة في حكمها بأن تعرض له إيرادا وردا ولو رد ترد غير منضبط يكون ذلك وجه من أوجه الناعي على هذا الحكم بالكسور المبتلة أهم وأول ورقة بتكتب في ملف الجناية هي تحريات المباحث والشخص الذي أعطاه القانون الحق في تصطير تلك الورقة هو ضابط المباحث وفي حديثنا النهاردة عاوزين نعرف ونتكلم يعني إيه تحريات مباحث ولكن بشكل عملي وتفصيلي وكل نقطة هنذكرها ونتكلم فيها هنبنى عليها ما يليها من نقاط أخر أول نقطة عاوزين نتوقف عندها هي عن تعريف تحريات المباحث يعني إيه كلمة تحريات المباحث قانون الإجراءات الجنائية عرف تحريات المباحث بأنها عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها ضابط الشرطة للكشف عن جريمة ما وتحديد مرتكبها وتكون هذه التحريات إما بناء على شكوى من أحد المواطنين أو بناء على معلومات أو قراء توصل إليها ضابط المباحث وعطفا على هذا التعريف لا بد أن نلتفت إلى أمرين مهمين أولهما من له الحق في كتابة محضر التحريات هنجد أن الشخص الذي أعطاه القانون الحق في ذلك هو ضابط المباحث وبناء على ذلك فإن ورقة التحريات هي ورقة رسمية ولا تكتسب تلك الرسمية إلا من خلال توقيع الضابط مجر التحريات فأول حاجة تتأكد منها هو توفيع الضابط مجر التحريات على محضر التحريات طب ليه؟ لأن شرط أساسي لكي تكتسب كيانها القانوني أن تحمل توقيع منسوب لمجر التحريات طيب إيه اللي بيحصل في الواقع العملي؟ في أوقات كتير لا يكون هناك توقيع للضابط مجر التحريات لا مقروء ولا فرما أو بيكون التوقيع عبارة عن خيوط متشابكة طيب ده نتيجة إيه؟ ممكن يكون على سبيل المثال نتيجة الاستعجال والتصرع من الضابط في إجراء تحريات وحصوله على إذن من النيابة لمجرد أنه بيطفي مشروعية على شخص كبد عليه بالفعل وده بيبان من طلاحك الإجراءات طيب السؤال هنا لما نيجي نبدي دفع في النقطة دي تحديدا نقدمه إزاي؟ ببساطة هندفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم وجود تحريات من الأساس طيب ليه؟ لأن زي ما قلنا إن محضر التحريات وراء رسمية ليس لها أي قيمة قانونية بدون توقيع الضابط مجرد تحريات ونكمل ذلك الدفع بالطعن بالتزوير في الإمضة المنسوبة للضابط في حال كانت الإمضة عبارة عن شخبيط أو خيوط متشابكة أنا طبعا مش عايز أتكلم في الفيديو ده عن دفوع معينة لأن القناة بالفعل عليها فيديوهات تكلمت فيها عن أهم الدفوع في محضر التحريات وفضايا المخدرات ده غير الفيديوهات اللي تكلمت فيها عن جرائم العدوان على المال الخاص زي جرائم النصب وخيانة الأمانة والصرقة نرجع ثاني لموضوع النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها في خصوص محضر التحريات هي عن الشروط والأركان التي يجب أن تتوافر في محضر التحريات لتكون تلك التحريات صحيحة وقانونية يجب أن يتوافر في محضر التحريات مجموعة من الأركان أهمها المشروعية بمعنى أنه يجب أن تكون تلك التحريات مشروعة أي أن تكون قد تمت وفقا للقانون وأن تتم تلك التحريات بمعرفة ضابط الشرطة المختص وأن لا يكون ضابط الشرطة قد تجاوز في سلطاته أو استخدم طرق غير مشروعة أو غير قانونية ويجب أيضا أن تتسم تلك التحريات بالموضوعية وهو الركن الثاني أي أن تكون قد تمت تلك التحريات على أساس الدليل والبرهان وليس على أساس الشك والظن وآخر الركن معانا وهو أن تتسم تلك التحريات بالضقة بمعنى أن تكون قد تمت تلك التحريات بعناية وحرص بحيث يتم جمع البيانات والمعلومات الصحيحة وتجنب جمع المعلومات والبيانات الخاطئة ولو اختل ركنه من تلك الأركان السلاسة تكون تحريات المباحث باطلة ولا تأخذ بها المحكم وركن الدقة هنا هو ركن مهم جدا وتستطيع من خلاله أن تستخرج مئات الدفوع فعلى سبيل المثال وليس الحصر في كثير من محاضر التحريات التي تصدر الإذن استنادا إليها تنطوي على مخالفات واختلافات بين اسم المتحرى عنه اللي هو المأزوم بتفتيشه في الحقيقة والاسم الذي أثبته الضابط مجر التحريات في المحكم في الحالة دي تدفع بعدم جدية التحريات وتبدي دافع بأن المتهم الحاضر ليس هو المعنية بالاتهام وهنا أنت بتقول للمحكمة أن اللي حاضر الآن أمام المحكمة ليس هو بذاته الشخص الذي كان محلا للتحريات ولا محلا للإذن الذي صدر بنان عليه القبض والتفتيش وده طبقا لقضاء محكمة النقل وناخد بالنا أن ده دافع جوهري يتعين على المحكمة أن تحقق فيه بلوغا لغاية الأمر منه وتتقيد المحكمة في حكمها بأن تعرض له إيرادا وردا ولو ردت رد غير منضبط يكون ذلك وجه من أوجه النعي على هذا الحكم بالكسور المبتلة طيب النقطة التالتة معنا متى تطلب تحريات المباحث التحريات هي الورقة التي تطلبها النيابة العامة لإصدار إذن بالقبض والتفتيش وإن صدر إذن النيابة العامة بدون وركة التحريات أو انتقل ضابط الشرطة للقبض والتفتيش بدون تحريات وإذن نيابة فنكون في هذه الحالة أمام إجراء باطل يستطيل لباقي الإجراءات التي تليه حتى إن وجد في حوزة المأذون بتفتيشه المخدرات فذلك لا يصحح من الإجراء الأول الباطل وذلك ما جاء من أحكام لمحكمة النقل أنه لما كان من المكرر من أن العبرة في صحة الإجراءات هي بمقدماتها وليست بنتائجها فلابد من وجود تحريات أولية للحصول على إذن من النيابة بالقبض والتفتيش وفي نقطة فنية مهمة جدا ألا وهي لابد أن يبدأ إذن النيابة بعد نهاية آخر سطر من محظر التحريات ولابد أن يكون مدونا بالكتاب وذلك هو الأصل العام وأما عن الاستثناء فقد يكون تلغرافيا أو شفاويا وذلك في حالات الاستعجال أيضا يحك للنيابة العامة إذا كانت تحقيق ما زال مفتوحا أن تطلب تحريات تكميلية حول الواقع النقطة الرابعة معنا وده تساؤل مهم جدا ألا وهو هل تصلح التحريات وحدها كدليل لسبوت التهمة؟ التحريات هي مجرد عمل إدارة فهي لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا على ثبوت التهم وإنما يجب أن تساندها أدلة أخرى مثل شهادة الشهود أو الاعتراف أو المضبوطة فلا يجوز أخذ محظر التحريات على أنه دليل يقيني لا يجوز إثبات عجزه بل أنه قد يحتمل الصواب والخطأ وأن ذلك المحظر لا يعبر إلا عن رأي مجريه وهو ضابط المباحث ولذلك يجب أن يكون ضابط المباحث بالتحري بنفسه وله أن يسمع أقوال الشهور ويسجل تلك الأقوال بمحظر التحريات ولكن لا يجوز له أن يحلف الشهود اليمين ولا يجوز له أيضا إجبار الشهود على التوقيع على أقواله وإذا حدث ذلك يكون المحظر باطل لأن القانون لم يعطي للضابط ذلك الحق ولكن بشكل عام يجب أن يزبط في محظر التحريات جميع الإجراءات التي قام بها أيضا يجب على مأمور الضبط القضائي أن لا يستخدم أي طرق غير مشروعة لإثبات حالة ما وإلا يكون ذلك الإجراء باطل ولكن لو كان يصح أن يكون ذلك الإجراء مشروعا بإذن من النيابة مثلا أو غيره ففي تلك الحالة يكون ذلك الإجراء صحيح وبشكل عام تحريات المباحث وحدها أضعف ما يكون لإثبات تهمة ما على المتهم فلابد أن تدعم تلك التحريات بقراء ودلالات أخرى تؤازرها وتؤيدها كشهادة الشهود أو الاعتراف إلى آخر يبقى استنتاجا مما صبك أن تحريات المباحث هي مجرد قرينة مكملة لقراء وأدلة أخرى ولا يمكن أن نستند على تلك التحريات بمفردها كدليل للإدانة النقطة الخامسة معنا حول ما هي قيمة تحريات المباحث في الإثبات أمام القاضي الجنائي وهنا في نقطة مهمة جدا لازم ننوه عنها وهي أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ولذلك لا بد على القاضي الجنائي قبل أن يحكم بالإدانة أن يكون قد اقتنع القاضي تمام الاقتناع أن المتهم مدان وذلك إعمالا لقاعدة أن الأصل في الإنسان البراء وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم لذلك فالتحريات وحدها أمام القاضي الجنائي لا تصلح لسبوت التهمة وليس الدليلة بل قرينة هي جوز إثبات عكسها وآخر نقطة معانا وأهم جزئية وهي أحكام محكمة النار حول أهمية تحريات المباحث بأنه من المكرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تستند في تكوين عقيدتها على تحريات المباحث بحزبانها قرينة تعزز معصيقة من أدلة إلا أنها لا تصلح لأن تكون بمفردها دليلا كافيا بذاته لسبوت الاتهال وهي من بعد لا تعد إلا أن تكون مجرد رأي لمجريها يغضع الاحتمالات الصحة والبطلاء والصدق والكذب إلى أن يتم معرفة مصدر تلك التحريات وأن يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ليقدر قيمة ذلك المحضر في الإثبات هذا حكم لمحكمة النار حول تحريات المباحث كدليل لسبوت الاتهال وهناك أكثر من حكم آخر يدور حول نفس المعنى أيضا هناك قاعدة فقهية مهمة جدا تقول بأنه وإن صلحت تحريات المباحث لأن يقوم عليها دليل اتهام فإنها لا تصلح أن يصدر بناء عليها حكم بالإدانة ومضمون هذه القاعدة هي وإن كانت التحريات تصلح لأن يتم اتهام متهم بارتكاب جريمة ما إلا أنها لا تصلح لأن يصدر بناء على تلك التحريات بمفردها حكم بالإدانة أمام المحاكم الجنائي وبكده أكون خلصت كلامي وفي الآخر سؤال لحضراتكم عندما تكون المعلومات الواردة بمحضر التحريات أتت من مصادر سرية فهل ده الوحده كافي لعدم صحة مصدر التحريات وبطلانه ولا لا وفي الآخر لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل إعجاب بالفيديو وتشترك بالقناة عشان تشوف بقى الفيديوهات وما تنساش تشارك الفيديو مع زميلك وصحابك سلام